كل التحية طبعا لكل مشاهدين وجمهور النادي الآلي في كل مكان خلاص يعني يقدر أقول بتفصيلنا ساعات عن مباراة النادي الآلي وفي تا كلاب الكنغولي هنا فيه كنشاسة اتنين ظهرا بتوقيت الكنغو ثلاثة عصرا بتوقيت القاهرة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الآلي في هذه المباراة لكل بيحضر بشكل جيد جدا لكن توفيق ربنا لو معنا إن شاء الله في هذه المباراة يقدر النادي الآلي يتخطى هذه المباراة الصعبة جدا في ظل أجواء كثيرة جدا هنتكلم فيها مع طبعا سفيرنا هنا طبعا سفير حمد شعبان سفير مصر فيها الكنغو والوجهة المشرفة واللي بيقوم بدور كبير جدا نالية النادي الآلي سواء 2019 حمد بيقومت بدورك على أكمل وجه و2021 الحقيقة دورك كبير جدا ومجود كبير بحقيق عليه وأكيد كل جمهور النادي الآلي بحقيق عليه من خلال شاشة قناة النادي أشكرك يا كريم وأهلا بيكل مرة التانية في كنشاسة وده يعني سعادة غامرة بالنسبة لنا نحن نستخبر النادي الآلي بقيمته وطاريخه الكبير في كنشاسة ونتمنى إن شاء الله نتكون فترة إقامة سعيدة من بدايتها لنهايتها ونبرك للفريق في النهاية على إن شاء الله على تحقيق الفوس في المباراة أنا عارف طبعا ممكن حقيقة كلمت على الترتيبات والتنسيق من بداية طبعا الرحلة كان عامل إزاي لكن خلاص كلما بنقرب بقى على معادة المباراة بيكون التنسيق أهم وأقوى مع كل الجهات وده اللي حقيقة أكيد بتقوم بيه مع طبعا معالي سيد الوزير طبعا ريضة الأسبق العامل فيه طبعا بريس مجلس إزارة النادي الآلي حطنا في الأجواء الأيام الأخيرة دي ماشي إزاي والساعات الأخيرة بيتم التنسيق فيها إزاي والله الأمر لا يتعلق فقط بالساعات الأخيرة في الحقيقة ودي عادة النادي الآلي اتصالهم بالسفارة دايما بيبدأ في المناسبات المماثلة من وقت مبكر جدا تواصلت مع الكابتن سيد عدلي أو هم طبعا الخضر المبادرة في الأول والكابتن سيد عبد الحفيز كان فيه كلام في كل جوانب المهمة الفريق حقيقي لم يتركوا كبيرة أو صغيرة إلا وتكلموا فيها كان فيه ميزة أعتقد المرادة كمان أن نادي فيتا كان بلعب في القاهرة من أيام قليلة فهم انتهزوا الفرصة ويتفقوا أمامها على الجوانب كثيرة جدا الجوانب اللي هي يعني لم يتم الاتفاق عليها أو حسمها بشكل كامل تكلموا معنا فيها واكتمعنا بمناسبتها مع مسؤولي نادي فيتا وأعتقد أن هنا الاتفاق عليها خاصة فيما تعلق بمواعيد التدريبات والملعب أن في النهاية الحمد لله حققنا مطالب النادي الأهل كاملة أن التدريبين الوحيدين المتحين للفريق أنهم يتموا على ملعب المباراة في نفس توقيت المباراة خلوا بط جو غير طبيعية الحمد بيمكن في الكنغو 2019 الجو ما كانش كده ورطوبة ما كانش كده التوقيت اللي أنا أتكلم حقا فيه دلوقتي فيه أمطار والجو كويس جدا فبنتمنى إن شاء الله يعني يوم المباراة يكون الجو كده الجو في التوقيت ده هنا يعني بيبقى بالصعوبة دي وبالرطوبة دي يعني الناس عايزة تعرف الجو هنا عامل إزاي حمد بي الجو هنا أنتوا في اليومين اللي فاتوا شفتوا طبيعة الجو هنا على حقيقتها الطبيعي أن الفترة دي من السنة الجو حار جدا يعني هي أعلى معدل في درجات الحرارة على مدار السنة هي الفترة دي زي ما قلنا بتتراوح في حدوث 35 درجة تقريبا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ولكن هي فترة بتتميز بالتقلبات الشديدة جدا بمعنى إن إن بار حضرتنا التدريب هنا وكان جو لا يطاق واللعبة عانت منه بشكل كبير جدا يعني كان الله فعونهم النهاردة زي ما أنت شايف ندعو الله إن التدريب إن معادل المباراة بكرة يكون يعني في نفس التقلبات اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي هي جو معقول درجة حرارة معقولة الرطوبة مش عالي قوي درجة حرارة النادي الأهل اللي احنا كلنا عارفينها إن شاء الله أعتقد حمد بي أهمية المباراة بترجع لحاجتين طبعا حاجة أولى طبعا هي أكيد فريق فيتا عنده طمحات كبيرة وعنده رغبة كبيرة والنادي الأهل يمكن خلاص حطينا نفسنا في الموقف دفع حل إن شاء الله لكن قيمة النادي الأهل كبيرة جدا وشعبيته كبيرة جدا شايفين الاهتمام الإعلامي وشايفين التركيز الكبير ده بسبب الحاجتين طولة لفي إضافة تانية ممكن دفعهم دي والله لا نقدر أقوله إن طبعا المباراة مهمة وأعتقد حاسمة بالنسبة للنادي الأهلي وزي ما هي حاسمة بالنسبة للنادي فيتا وأعتقد ده كان الوضع برضه في 2019 فده بيخليها مباراة مهمة في جميع الأحوال ولكن لا أقدر أكيده إن بدون هذا الموقف في المجموعة المباراة كانت هتحظى بنفس الاهتمام وده في الحقيقة مرتبط بتاريخ النادي الأهلي وبقيمته بسمعة النادي الأهلي وبتاريخه في القارة الأفريقية الفريق حامل اللقب فريق تالت العالم في بطولة كاس العالم الأندية من أسابيع قليلة عشان كده ده نعكسه أكيد حضراتكم شفتوا إن الاهتمام على أعلى مستوى الإعلام لا حديث له في الفترة دي إلا عن تواجد النادي الأهلي وزي ما قلت في أكتر من مناسبة يعني أنا حاس إن الموضوع لا يتعلق بمجرد مباراة في الكرة بقدر ما يتعلق بحدث كبير بتاعيش الكنغو زي ما حصل المرة اللي فاتت وجود النادي الأهلي في الكنغو دايما بيمثل حدث كبير وبيحظى باهتمام غير عادي أكدنا آخر مرة حامل بيه يوم المباراة بيكون فيه اهتمام أمني وتنسيئة على مستوى والحقيقة شفتنا حضرتك يوم المباراة تحركنا ما استغرقناش وقت كتير مع التأمين نفس الأمر إن شاء الله بنتماني يكون كده أكيد التواصل مستمر وفي هذا الأمر تحديدا حامل يعني إذا كنا عاملين ده في تحركات الفريق أثناء التدريبات فإن شاء الله يكون أكتر من كده وأعلى منه بكتير في يوم المباراة التأمين يعني أنا ما اكتفناش فقط بالحديث مع مسؤولين نادي فيتا اللي احنا تواصلنا مع المسؤولين الأمنين في البلد وإن شاء الله أعلى درجات التأمين تكون متوفرة لبعثة النادي الأهلي بإذن الله شعبان رسالة لكل لعيبة النادي الأهلي قبل هذه المباراة بنتماني لتوفيق إن شاء الله بإذن الله لكن معالي السفير تقول لكل لعيبة يابل هذه المباراة أقول للعيبة حاجة واحدة بس أتمنى نشوف نفس الحماز والتركيز اللي احنا شايفينه في التدريبات إنه يكون موجود يوم المباراة وده عهدين بهم دايما وإن شاء الله نحاق النتيجة اللي احنا كلنا نتطلع إليها نعف نعف أشكرك كده كل الشكر والتأدير طبعا لي معالي السفير طبعا حمد شعبان سفير مصر هنا فيه الكنغ على دوره الكبير والتنسيئ الكبير طبعا سواء مع النادي الأهلي وهنا أيضا كمان مع الجانب الكنغولي رب كل المجهود ده يكون مردوده مع العيبة النادي الأهلي في الملعب ويقدر النادي الأهلي يستطيع أن يحصل على ثلاث نقاط يكونوا مهمين ويساعدوا النادي الأهلي بشكل كبير جدا في تحقيق هدف الأول بنسبة الفوز على فيتا كلاب ومنها إن شاء الله أتأهل لدور ربع النهائي